السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين قناة الصحة وجمال أهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجكم انت الطبيبة هنكمل إن شاء الله المشهور اللي بدأناه مع بعض من شهرين تقريبا وهو إزاي إحنا نتعلم تخصص النساء والتوليد واحدة واحدة وكأننا طالبها في كله الطبقة وكله التمريد عشان نحاول نهدم كل المفاهيم الخاطئة وكل الأكاذيب الشائعة وكل الممارسات الجاهلة اللي بتتم في المجتمع اللي لها علاقة بالتخصص بتاعنا النهاردة هنكمل المشهور إحنا خلصنا الأناتومي أو التشريح وبدأنا من الجهاز التنسولي الخارجي شرحناه باستفادة خدنا بعد كده قناة المهبل وشرحناها باستفادة الرحم وأجزائه بالأربطة بتاعته عملنا حلقة عن قناطي فلوب والمشاكل بتاعتها إن كانت تأخر الحمل أو الحمل خارج الرحم المبيض ومبيض خد كذا حلقة باستفادة جدا وعشان نتكلم عن تكيّس المبايد ويقى كيّس المبايد وإن ده حاجة وده حاجة وعنى قعدنا تقريباً خمس حلقات نتكلم إن تكيّس المبايد مش مشكلة على الإطلاق مش مشكلة تستدعي الفزع والهلع اللي الناس بتيجي بيه على طول بتشتكي منه كيّس المبايد هو عبارة عن عدم توازن في دورة الهرمونات بسبب زيادة الوزن تاني هو عدم اتزان في الهرمونات بسبب زيادة الوزن أو التمثيل الغذائي الخاطئ أو الأكل بالطريقة الغلط إنعكس ده على إيه؟ إنعكس ده على المبيض يعني بش حاجة خاصة والمبيض المبيض بس مجرد جزء من المرض ده حصل إيه للمبيض؟ قرضه التكيّس ده عبارة عن إيه؟ يعني المبيض مباشي يطلع البويضات بتاعت كل البويضات جاتة عند حجمه معين وتحبست تحت سطح المبيض لشان كده في الآخر عملت حاجة اسمها النكلس أو شكل العقد اللي هو كل البويضات تحت سطح المبيض مدورة أقل من 10 ملي الجماعة عملوا في الآخر شكل العقد حتى يعني أنا بوضيها للمرضى كده بقولها بصي المبيض عامل إزاي؟ مش بيفقر كده بحاجة بصي شكل العقد عامل إزاي؟ كلها كواب صغيرة كده ودي حاجة مش جراحية يعني التفكير في الجراحة في تكيّس المبيض ده حاجة متأخرة جداً ما نفكرش فيها في الأول خالص يعني الغاية دلوقتي يبقى من إحنا عملنا خمس حلقات عن تكيّس المبيض وإنه هو علاجه سهل وبسيط وهو عباره عن إنقاص الوزن وإنعكاس التمثيل الجزائي الخاطئ إن أنا أبدأ أعكس التمثيل الجزائي ده بصورة سليمة مجرد حاجات بسيطة أقل في الوزن وأقلل النشويات والسكريات وأبدأ أزود في البروتينات والخضار أتلاقي القصة انتهت خالص وحصل الترويج ودورة اللي كانت متأخرة جات أو يحصل حملة على طول يعني تلاقي ناس حتى صورة التحسن عندها تيجي إن هي حملة على طول فلغاية دلوقتي بنشوف ناس جاية من عند أطباء لا أنت محتاجة من نظار أنت محتاجة جراحة ليه؟ الموضوع أبسط من كده بكتير الموضوع أبسط من كده بكتير أعلموها بس إن المشكلة دي مش مشكلة خاصة بالمبيض ومهما عملنا جراحة على المبيض هتظل موجودة المشكلة أكبر من كده يعني في منظورها وأصغر من كده كم مشكلة تخصف الوزن بس تعدل وزنها المثالي هتلاقي الدنيا تزابط الخار من غير حتى أي علاج يعني مجرد أنها تنزل 5-6 كيلو بتلاقي الدنيا رجعت قويسة تماما 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 ولا محتاج منظار ولا محتاج حقن مجهري وزي ما شفنا حقن مجهري على مرضى التكييس نسبة فشله عالية جدا ونسبة مشاكله عالية جدا وخصوصا الدخول في حاجة اسمها إفراط تنشيط المبيض ودي يعني حاجة حاجة كبيرة تستدعي كمان الحجز في المستشفى أو ساعة حجز في العالم وركزة بتهدد الحقيقة مشكلة إفراط تنشيط المبيض ودي إن شاء الله هنعمل لها برضو حلقة واحدة المشكلة سعب بتهدد الحقيقة يعني أدخل السيدة أو البنت في المشكلة دي أما ممكن يعني أوصلها على المعلومة ببساطة إنتي حصل لك تكييس والتكييس ده مش مشكلة خاصة بالمبيض في المتكييس هو عبارة المبيض بس مش قادر يطلع البويضات بتاعته بسبب الوزن الزائر اللي عندك حاولي تتخلصي منه الصورة دي أتنعكس تماما الأكياس هي زي ما قلنا هي المشكلة إذا أغلبها الجراح آه في حاجة في المبيض الحاجة دي لو كبرت عن حجم معين أو عملت مشاكل معينة انفجار نزيف آه سعيدة هتستدعي الجراح فالتكييس حاجة والأكياس حاجة المرة العشرين التكييس حاجة والأكياس حاجة عشان ما زالت الناس بتخلط بين الأمرين آه النهاردة هنبدأ بقى في جزء التاني احنا خلصنا جزء التشريح احنا زي ما قلنا احنا بنماشيين زي ما بندرس لطلبة الكلية أو طلبة آه معاهد التمرين خلصنا التشريح وخلصنا الأجزاء بتاعجاز التنسولي كله بتاع الأنسة النهاردة هنبدأ في مرحلة الفيسيولوجي الوظيفة ولما نبدأ في الفيسيولوجي هازم نبدأ بالدورة الشهرية عشان نعلم دورة الشهرية دي مش مجرد نزول دمه خلاص ده 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 المفهوم العام أو المفهوم العامة عن دورة الشهرية دي حاجة عظيمة جدا آه تناغم تناغم المخ مع الغدة النخمية مع المبيض مع الراحن كل ده كل النغمة دي كده والأوركسترا دي آه هي دي الدورة الشهرية آه لو نعرض الصورة كده يا أستاذ محمد ونبدأ نشرع عليها إن شاء الله واحدة واحدة في البداية كده دورة الشهرية تبدأ من فوق السورة قدامنا آه تناغم عظيم شوفوا خيان شوفوا سبحان الله يعني آه خلق ربنا عظيم إزاي دورة الشهرية مش بتبدأ من المبيض لو تبدأ من الراحن ولا هما شوية الدم اللي بينزله لأ دورة الشهرية دي بتبدأ من المخ من جزء في المخ اسمه هايبي صلمس بيبدأ ينشط الغدة النخمية والغدة النخمية بدورها بتنزلوا هرموناتها اللي هي أنتوا أكيد سمعتوا عنها يضم اسمهم ال-FSH وال-LH ما فيش حد ما سمعش عنه حتى الدكاترة بتطلبهم في التحليل العربي دولة هرمونات الغدة المخامية تنزل على المبيض تنشطه المبيض يبدأ يطلع البويضات بتاعته يكبر بويضة معينة كل شهر وزي ما قلنا قبل كده أن كل بنت مولودة بعدد معين من البويضات والعدد ده قابل للنقصان مش قابل للزيادة كل شهر مجموعة من البويضات بتخرج تكبر منهم واحدة الواحدة دي هي اللي بعد كده هتبقى حويسل الجرافة أو دي اللي هتطلع البويضة اللي هي تتلقح الشهر ده يبدأ بقى التناغم ده نفس الوقت الطنط الرحم بتبدأ تزيد بالتدريج أنا هقولي النهاردة كذا معلومة لو طلعت بيهم من الحلقة فأنا كده مبسوط جدا يعني أنتوا لو طلعتوا مني بالكذا معلومة اللي هقولهم دولار يبقى احنا كده وصلنا الهدف لأن الصورة دي أنا هعرضها على حوالي خمس ستة حلقات وعايزة تبقى بسيطة في إدمارك أن الموضوع مش معقد أنا عاش رحالك بعد كده واحدة واحدة لدرجة أنت هتبقى فاهمة مش عايزة أقول يعني أكتر من دكاترة في القصة دي القصة دي اللي يفهمها الصورة دي اللي يفهمها بيتجنب مشاكل كتير جدا بيفهم بيفهم تريبا 90% مشاكل أمراض النساء اللي يفهم الصورة دي ماشية ازاي دي تناغم فيزيائي وهرموني رهيب جدا في عظمة خلق ربنا أول معلومة هي أني نزول الدورة نزول الدورة الشهرية هو مش نهاية حدث هو بداية حدث جديد معناه ايه الكلام ده يعني نزول الدورة الشهرية هو مش نهاية الدورة اللي فاتت ده بداية الدورة دي الكلام ده معناه ايه معناه ان حضرتك اي دورة بتتحسب من اول يوم ما تحسبيش الدورة قبدا من اخر يوم لما قولك اخر دورة امت هتقوليلي بدأت كذا يوم كذا مش انت خلصت علي يوم كذا لان انت دورة جديدة بتبدأ بنزول الدم لما تيجي تحسبي دورتك منتظمة ولا مش منتظمة احسبيها من اول يوم لا اول يوم واحسبي الدورة وقلنا قبل كده بس هنقول تاني عشان برضو نشيل المفهوم الخاطئ ساعة واحدة تيجي تقول انا دورتي مش منتظمة طب جت امتى ستة انا شفتها مرتين في الشهر ازاي يعني انا شفتها جت يوم واحد وجت رجعت تاني يوم 25 انا اقولك ببساطة تحسبيها ازاي حاول تجيبي اول يوم هنا واول يوم فتدورة دي واطرحيهم من بعض لو طلع الفرق اكتر من 21 يوم دورتك منتظمة لو طلع الفرق اهلي من 35 دورتك منتظمة ببط بمعنى Adam yoraحد جت يوم واحد وجت يوم 25 اطرح واحد من 25 كده فيبواه 20 يوم فرق دورة دي منتظمة لو جتلك يوم 23 نطرح الواحد من 23 كده 22 دورتك جت بعد 22 يوم دورتك برضو مازالت منتظمة جت يوم واحد وجدت فوتت الشهر كله وجدت يوم أربعة في الشهر الجديد يعني كده ما أنت يعني عدت أهو كذا يوم بس أنت لسه في الرنج بتاع 35 يوم فرق من أول يوم لأول يوم ده اللي بنحسب به ما نحسبش من آخر يوم ما تقوليش عاجات يوم واحد وقلصة يوم سبعة فرجع التاني يوم 23 ده أنا كده فرق أسبوعين كده غلط الحزاب ده غلط الدورة تحسب من أول يوم فيها لأول يوم الدورة اللي بعدها ما تنحسبش الفرق بين الأيام يعني ما حسبش من آخر يوم لأول يوم ده غلط تاني حي الحاملة بتحسب من أول يوم دم لما أجي أحسب تاريخ الحاملة أسوأ من أول يوم الدورة نزلت مش من أول مش من آخر يوم ده ليه؟ عشان ناخد بلنا من الصورة الدورة أول يوم نزل فيها الدم كانت البوايضة اللي هتعمل الحاملة ده أو اللي عملت الحاملة ده كانت بدأت تنمو في المرية وده عمر الجنيه حققاً بيتحسب من العمر ده يعني الجنيه مش بتحسب من عمر الجماعة زي ما احنا فاكريين لا الجماعة ده الله أعلم أصلاً أنهي علاقة في الشهر اللي عملت الحامل فيها حاجات تانية في الطب الشرعي لو حصل اختصاب أو كده هو بأجمع مرة واحدة مثلاً وحصل عليه حاملة آه احنا ما كده معروف في تاريخ العلاقة اللي عملت الحاملة ده بس ده برضو مش حاجة تهمنا في حسابات عمر الجنيه عمر الجنيه بتحسب من عمر البوايضة دي البوايضة اللي خرجت عندك أول يوم ده ده هيشدني لمعلومة تاني هيشدني المعلومة إن أنا أي تنشيط للتفويد أبدأها أبدأها مع السايكل دي أنا لو عديت تاني أو تالت يوم في الدورة خلاص الدورة دي خلصت بالنسبة لي تنشيط مش ينفع عدي تنشيط ليه؟ انت خلاص اللي حصل حصل البوايضة اللي تلعت تلعت انت هتكبر مين يعني انت بتدي تنشيط انت ماشي مع الفيسيولوجي بتاع الجسم اللي انت شايفه ما هتفجعش تيجي على خمس يوم أو من دارة تخلص تبدينا حاجة تنشط يعني ديك إيه خلاص اللي خرج خرج واللي حصل حصل هنازم يبدأ من تاني يوم وساعد يبدأ من أول يوم تالت يوم على أقصاها ألحق البوايضة قبل ما تكبر بالفيسيولوجي وقبل ما مجموعة من البوايضات جنبها يموتوا زي ما هنعرف قبل كده بعد كده في مجموعة بوايضات بتموت عشان واحدة بس تكبر ده أنا بوقف العملية دي في التنشيط عشان كذا واحدة تكبر عشان أزود من فرص الحمل القصة دي برضو كان بتعمل مشاكل في هزهاني الناس وما زالت انه هو لما أجحسب حمل حسابه من أول يوم يعني ساعات بتحصل مثلا الزوج مسافر والدورة نزلت يوم واحد والزوج جي يوم عشرة في الشهر فماذا كان مسافر الخليج ولا هاي وهو طبنا كلامة حملت من أول شهر الزوج نزل فيه فهي يقولك طب انت ازاي حسب الحمل عمه من يوم واحد وأنا راجع يوم عشرة والله لازم تفهمه الحتة دي ولا ممكن تحصل كوارث يعني شفنا ناس عبل كده فعلا يعني حلفت كده انه هو لا انت لو لو ما حسبت ليش الحمل كان راجل الصعيدي كده ما احترمنا ده أهلينا في الصعيد لو ما حسبت ليش الحمل من اليوم اللي أنا رجعت فيها دكتور أنا هطلقه وقالها كده ازاي يعني الحمل يتحسب من من وانا في السعودية من 15 يوم يعني برضو لما تبقى بنتي متجوزة دورة مثلا جات لها يوم واحد واتجوزت يوم 15 وربنا كرامة حملت في نفس الشهر انت هتحسب الحمل كده من عمر هيكة أنيسة تخيلي أنا أخذ اتصال ونبدأ أن نكمل كلامنا تاني علو الفضالية عليكم السلام يا دكتور أنا رحت لنبارح أتخذ الزورة جاتني تمام مبارح أتخذ عند دكتور تاسع الزورة جاتني تقدمت 10 ايام جاتني قبل 15 يوم رحت مبارح أكسة بحكي للدكتورة رحت لقيت قالت لي عندي كيس على الرحم على الرحم ما فيش حاجة اسمها كيس على الرحم الكيس الوحيد اللي بيجي في الرحم هو كيس الحام الرحم ما بيعملش أكاس المبيض اللي بيعمل أكاس أنا مش متجوز أخو أنا مش متجوز أخو آه هي تكتبت بالإسراء عنبارح قالت لي قالت لي كيس عندك صغم تسعر رحم قالت لي مبارح تمام انت عندك كم سنة عندي فوق يعني 15 من تزوجة لا أول يوم في الدورة اللي فاتت وأول يوم في الدورة دي يوم كام ويوم كام لا هي تقدمت المرادة 10 ايام لا قوليلي أول يوم وأول يوم ما تقوليش دي أقدمت ولا أخار احنا بنحسب كده أنا موضوع الحلقة وعايزيني نوصل معلومة دي أحسيبي من أول يوم لأول يوم شوفت الفقر بينهم كام يوم آه يعني جات لي يوم كام الشهر اللي فات جات لي يوم السابت اللي عدد يوم السابت اللي عدد دا آه اللي هو كنا يعني في شهر 12 الدورة اللي قبلها بقى جات إمتى كانت قبلها قبلها 15 خلصت بـ 15 يوم صح؟ آه وقعدت كم يوم برضو اللي فاتت؟ بتخذها بحتيام أو ترات طيب أنا أرد عليك شكرا دي نفس القصة اللي احنا كنا نتكلم فيها هي حسبة من آخر يوم لأول يوم في الدورة فلقيتهم 15 يوم بس هي دا اللي أنا عايز أوصله لك ما تحسبيش الدورة كده احسبي من أول يوم في الدورة اللي فاتت لأول يوم في الدورة دي وشوف الفرق بينهم كام يوم عشان تقدر تحسبي صحب يعني ممكن الدورة تكون عادت عندي 5 تيام تمام؟ تحسبي من أول يوم لأول يوم هتلاقيهم جايبين 21 وعشرين يوم انت مفيش مشكلة لو آه أهل وكويس دي انت عموما روحتي للفحص مش قضية يعني بس أنا عايز أوصل لك معلومة مفيش عاجس معك كيس على الرحم الرحم الكيس الوحيد اللي بيبقى فيه هو كيس الحم طبعا انت مش متزوجة ممكن يبقى بطانة زايدة أو زايدة لحمية في الرحم بس دا برضو لازم نسمي للمريد المسمى الصح في زايدة لحمية في بطانة الرحم مولوش عندك كيس على الرحم مفيش عاجس معك كيس على الرحم كيس الوحيد اللي جوره الرحم هو كيس الحم بغض النظر انت لو عندك كيس على المبيض نفترض يعني هو كيس على المبيض وانت فهمتي غلط من الدكتورة دا ليه أسباب كتير وليه عامل كتير بس انت غالبا انت عندك مشكلة في التبويض لازم تتابعيها وقصة الكيس الوظيفي على حسب حجم الدكتورة شافته قد ايه على حسب شكله على حسب طبيعته هيتعالج بدون اي مشكلة وبدون اي فزع او هلع عندك الموضوع بسيط نكمل كلامنا كنت كلم فيه حساب عمر الحمل حساب عمر الحمل زي ما قلنا برضو من اول يوم في الدورة ليه لان البويضة اللي عملت الجنين دا تقرجت وبدأت تنشط وبدأت تكبر من اليوم دا ياريت بس المعلومة دينا ان احفظها كويس عشان ما تعملش مشاكل في ازهاني زي ما قلنا الراجل اللي كان هيحلف على موته او الاستاذة اللي لسه متجوزة وحملت ربنا كرامها من اول شه فبدأت انا توزاد انا كنت انيسة كده اه انت اعمل من الاسف يعني انا ما نجي نحسب انا نحسب من قانون واحد انا نحسب من اول يوم في اخر دورة عندك غض النظر ساعتها انت كنت انيسة ولا قبل الفرح ولا بعد الفرح دي مش حاجة تخصنا خالص المعلومة اللي بعد كده اللي انا عايز اطلع بيها بطنط الرحم شيء متغير مش شيء ثابت هيا نرجع برضو الصورة بطنط الرحم حاجة متغيرة مش حاجة ثابتة زي ما هنشوف هي دورة بطنط الرحم هتزيد مع الايام لحد ما توصل عند حجم معين لاستقبال الجانب وده هيشديني برضو لحاجتين مهمين جدا 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 في ناس يجي لها نزيف وظيفة في الجزء الثاني من الدورة اي بعد فترة التبويض وتروح تعمل موجات فالدكتور يقول لها او الدكتورة تقول لها بطنط الرحم عندك زيدة جدا انت محتاجة عملية تنظيف او عملية تحت يا دكتورة حضرتك بطنط الرحم في الوقت ده كده كده بتبقى زيدة عشان استقبال الجانب ممكن تلاقيها لغاية 19 ملي انت متخيل يعني بطنط الرحم ممكن تزيد في الوقت ده لغاية 2 سنتي تقريبا دي استعدادا لاستقبال الجانين لو حصل حمل وحضرتك بس علج النزيف وحاولي دورة جاية تعيدي الموجات الصوتية هتلاقي البطنط اللي انت بتقولي عليها زيدة ومحتاجة عملية هتلاقيها نزلت تماما ودي شوفناها كتير الناس كان بتحدد لهم عمليات كحت او تنظيف وتيجي بس استنى الدورة اللي جاية تنزل بتلاقي خرف الـ 19 مليا ولا الـ 20 مليا نزله تماما وفيش حاجة منهم موجودة دي نقطة مهمة جدا لازم نرجعها ولازم نأكد عليها بطنط الراحم شيء متغير طول الفترة بتاعة الدورة وفي ده أخد أشكال معينة ان شاء الله هناخدها بعد كده 3 خطوط مرة وبطنط زيدة مرة دي كلها أشكال فيسيولوجية ما فيش فيها يعني بان في الموجات كده أشكال فيسيولوجية ما فيهاش أي مشكلة خالص بس لازم نوضح النقطة دي عشان مازلنا مازلنا فيه ممارسات يعني في المجتمع ده طبية خطيئة جدا للأسف أنا بقوله هو الرسمة اللي قدامكو دي أو الصورة اللي قدامكو لو اتفهمت يعني لو طبيب النساء فهمها كويس قوي هيوفر على المريض معاناة كتير جدا هيبقى فاهم أكترية الشكاوة أو أكتر من 90% من الشكاوة بتاعة أمراض النساء الصورة دي رائعة ده تنارم تنارم ما بين أعضاء الجسم كله في الصورة دي طمط الرحم شيء متغير بصري يعني ينزلت وبعد كده زادت بعد فترة التبويض زادت للقمة بتاعتها عشان الجنين اللي بيجي يسكن تقريبا الرحم بعد سبعة أيام من التبويض يقدر ينزل إلى مكان ينغرس فيه دي المعلومة اللي أنا عايز أوصلها معلومة تانية إن بعد الفترة بتاعت التبويض والبيطانرة زادت جدا عشان استقبال الجنين لو ما حصلش حام البيطانرة دي ما بتلاقيش حاجة دعمها احنا هنعرف بعد كده إن هو لو حصل حام الجنين بيطلع الهرمون بتاعه اللي هو الـ HSG اللي احنا بنعمله في التست بتاع الحامل ده والهرمون ده بيبدأ يدعم بطانة الرحم إن هي ما تنزلش ما توقعش يعني في صورة دورة شهرية وبالتالي ما بينزلش دم والحمل بيكمل لو بقى ما حصلش تلقيح أو ما حصلش حامل في الشهر ده فبطانة الرحم بتيجي عند وقت معين ما فيش حاجة بتدعمها فبتبدأ تنزل على صورة الدورة أنا عايز أقول إيه عايز أقول إن إحنا مازلنا مش أقول 90% 100% من السيدات مفهومها أن نزول الدم مع الدورة هو شيء للتنظيف ده مفهوم خاطئ الدورة الشهرية بتاعت حضرتك عبارة عن الخلايا برضو كلمة فاسدة دي مش هقولها لأنه يقول لك ده دم فاسد خليه ينزل دم فاسد خليه ينزل بطانة الرحم هي اللي بتنزله مش دم مش خلايا فاسدوا على حاجة بس خلايا ما رقيتش تخزيها دموية فنزلت يعني ممكن نقول تجاوزا خلايا ميتة بتنزل بتنزل عن طريق فلو من الدم أو طيار من الدم بينزلها بيدفعها للأسفل عايز تقول لي برضو يا دكتور عايز أقول أن أنت كل ما هتفقدي دم أنت بتفقدي من جسمك الدورة مش دم الدورة مش دم فاسد الدم وسيلة بس أنه ياخد الخلايا اللي ماتت دي يدفعها الأسفل ينزل بيها ينظفها يعني يعني أنت كل ما هتفقدي دم أنت هتفقدي من عندك لأنهنا بنشوف ناس بيجي لها نزيف مع الدورة بصورة بشعة جدا وبترفض تاخد حاجة توقف النزيف ده لدرجة الموت يعني أنا شفتها قبل كده لدرجة الموت أنيسة كان عندها 17 سنة وكان عندها زايدة لحمية نزلة من بطنط الرحم وأهلاها سبوها لغاية ماء مجلوبينها بقى خمسة خمسة خلاص يعني خلاص كده يعني كويسة أنها عشت قصة مشهول كانت رايحة تموت يعني كويسة أنها ربنا ربنا كاتب لها عمر جديد ودخلت رعاية وخدت دم تب إنتوا سيبتوها كده ليه؟ لأ ما إحنا مرناش ندعها حاجة للنزيف عشان هي الدم اللي نزل ده بينظف لها الرحم فإحنا مش واضين نوقف التنظيف يعني إنتوا متخيلين هم عايزينها تموت نظيفة يعني وصلوا لدرجة الموت فعلا عشان معتقدين أنه هو الدم اللي نزل ده تنظيف ما ينفعش نوقفه لأ حضرتك أي دم بتفقدين بتفقدين من جسمك من مخزونك وعشان كده هتلاقي الرجالة المستوى اللي همجلوبين عندهم أو الأنيميا بالبلدي على طول من 13 ل 17 عشان الراجل ما بيقولوش دوره الست عموما هتلاقيها من 12 ل 14 عشان قصة دورش عليك يعني أنت همجلوبينك أقل من الراجل عشان ما بيقولوش دوره أنت بتفقدين دم كل شهر الراجل ما بيفقدش اللي بتفقد دم أكتر هتلاقي أنيميتها أقل من كده ناخد فاصل ونرجع تاني ياريت شهرية معلومات دوره يكونوا سيبتوا عندنا عشان عايزين نشيل المعتقدات الخطيئة اللي في المجتمع ياريت ونقطة الدورة دي بالذات هراجع عليها في سرعة تاني أي دم بتفقدين مع الدورة هو دم نازل من جسمك أنت لو نزفتي هتجيلك أنيميت دم نازل مجيبش دم تنضيف تنضيفه بقى عن الخلايا طيار الدم البسيط بيدفع الأسفل أزيد من كده أنت بتنزفي لازم تغضي حاجة للنزيل نطلع فاصل إن شاء الله ونرجع للفاقرة التانية الجميلة المهمة مع دفتنا المتقلقة شكرا للمشاهدة